منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل الجمعة بحجة احتفال المستوطنين بمناسبة عيد المساخر وسلمت فلسطينيا بلاغا لمقابلة مخابراتها وقال مدير الحرم ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة إن سلطات الاحتلال منعت رفع الآذان من مغرب الخميس وسيبقى المنع حتى آذان عشاء السبت بزعم تأمين احتفال المستوطنين بما يسمونه عيد المساخر واعتبر أبو سنينة أن هذه الإجراءات تعديا على حرية العبادة التي كفلتها كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية هذا وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها في محيط الحرم الإبراهيمي واقتحمت منزلا في حي الجلدة في الخليل وسلمت صاحبه بلاغا لمقابلة مخابراتها بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته اشتركوا في القناة